طيب لو هتكلم على الخمسة اللي سافروا محمد زعلوك المهاجم الشاب مهاجم فريق الشباب سافر مع الفريق مصطفى مخلوف الحارس الرابع حارس فريق الشباب ايضا سافر مع الشناوي ومصطفى شبير وحمز علاء وايضا كمان محمود متولي وكريم ندفيد زي ما اكدت لحضراتكم بالاضافة الى صلاح محسن دول الخمسة اللي هيكونوا موجودين مع البحثة في الفترة اللي جاي بالاضافة لتلاتة وعشر اللعب دكتور احمد جاب الله طبيب الفريق كان لي تصرحات كده النهاردة على فكرة استبعاد عبدالقادر وكريستو بصعب الاصابة وقال ان الاتنين تعرضوا لاصابة في العضلة الخلفية خلال مران الفريق الاقيم اول امس على ملعب اللاتيتش خضع السنائي للمزيد من الفخصات الطبية خلال الساعات الماضية لتحديد حجم الاصابة والبرنامج التأهيلي بالتالي طبعا عدم صفرهم معناه ان الاتنين محتاجين برنامج تأهيلي مش يقل من عشر تيام اسبوعين وبالتالي مش موجودين مع الاهلي في السعودية طبعا ريدا سليم مش متواجد مع الفريق بيواصل برنامج تأهيلي لسه ريدا يا جماعة بص يعني ريدا سليم مش قبل يناير يعني الاهلي يخلص الكأس العالم للاندية يخلص بطولة السوبة للاندية الابطال هيرجع يلعب مباراة في الدوري بعد كده هيتم ايقاف الدوري نتيجة طبعا صفر منتخبنا الى كأس الامم يبدأ يجهز ريدا على هامش منافسات كأس الربطة في التوقيت ده ممكن نتكلم على فكرة ريدا سليم يقدر يلعب في التوقيت ده ولا هيستنى على شوية ولكن بعد كأس الامم ريدا سليم بإذن الله ان شاء الله هيكون جاهز للمشاركة مع الاهلي في المباراة الرسمية وفي التدريبات الجامعية تكون اول مباراة وقتها بقى على حسب الظروف والظروف كلها تتحدد الجمعة الجاية بمعنى يوم الجمعة اللي جاية كسبنا يبقى اول مباراة للأهلي بعد كأس الامم هتكون مباراة شباب بلوزداد فساعتها ريدا سليم ان شاء الله هيكون جاهز لمطش بلوزداد لقدر الله اذا حصلت اي نتيجة سلبية يوم الجمعة يبقى ساعتها ريدا سليم اول مباراة يرجع لها لو ما شاركش في كأس الربطة هتكون بإذن الله مباراة القمة امام الزمالك يوم 15 فبراير ده المعاد المحدد مسبقا ولكن المعاد ده معرب للتهيير في الساعات اللي جاية بناء على نتيجة مطش الجمعة الجاية مع التحاد جدة او اوكلاند سيتي الفيز بينهم لما يلعب الاهل ان شاء الله في كأس العالم للاندية طيب بأكد لحضراتكم برضو الحمد لله نهاردة نحن متولي انتظم في المراني الجماعي يشارك في التدريبات الجماعية خلاص الحمد لله شوفيا من اصابة العضلة الامامية وانتهى من تنفيذ البرنامج التأهيل